لكن عندما نقيم المسائل الزوجية لا يجوز لنا أن نختزل الزوجة في موقف أخطأت فيه وننسى ما فيها من الخير وننسى ما فيها من الحسنات والمواقف الطيبة وما لها من المواقف الطيبة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يطلق إن كره منها خلقا رضي منها غيره إن كان فيها صفة لا تعجبك ففيها صفات معجبة إن كانت أخطأت في موقف فقد أحسنت في عشرات ومئات من المواقف فلا يجوز للزوج أن يختزل امرأته في عيب واحد فيها دون أن يزن بقية صفاتها وخلالها ولعل لما نزل جبريل على رسول الله قال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة فذكر صفاتها الحسنة ولم يذكر خطأها وعيبها وهذا أيضا منهج في الصلح بين الزوجين إن عندما يكون الزوج مغضبا من زوجته لعيب فيها لا يجوز لمن يحاول أن يصلح بينهما أن يعدد عيوبها فيزيد سخطه عليها وإنما الواجب أن يذكر حسناتها حتى تطيب نفسه فيرجع إليها كما فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الموقف فيه دروس كثيرة ينبغي علينا أن نتعلمها في بيوتنا كما ينبغي علينا أن نتعلم أن الزوجة يجب عليها أن تكون أمينة غاية الأمانة على أسرار بيتها وعلى أسرار زوجها فإذا اتمنها على سر لا تفشيه ولو لأقرب الناس إليها فإن حفصتها كادت تفقد شرفا أن تكون أما للمؤمنين وأن تكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون صاحبة الله في الجنة كادت أن تفقد ذلك كله بسبب إفشائها لسر واحد من أسرار بيت النبوة ومن أسرار زوجها عليه الصلاة والسلام